هذه هنا كما تشوفوا هذه مشدات أو إطلاق قنابل مسلل الدموع وضرب وإطلاق رصاص هذا في تونس اللي يعقد فيها مؤتمر الفرنكوفونية وهؤلاء متظاهرين هذا أهالي من جرجيس مدينة جرجيس اللي كانت فقدت عدد من أبنائها اللي ماتوا في البحر في جربة ليس بعيدا عنها تعقد الفرنكوفونية مؤتمر لها والفرنكوفونية كما تعرفونها هي أسلوب آخر للاستعمار استعمار الفرنسي يكمل طريقته عن طريق أن هناك تجمع للدول الناطقة بالفرنسية لما تجي تشوف بريطانيا مثلا عندها الكومنويلث الكومنويلث هو تجمع اقتصادي لما تشوف تجمعات اللي يدينها الولايات المتحدة أو يدينها دول أخرى أو الصين هي في الغالب تجمعات سياسية اقتصادية لما تروح الفرنسا تلقاها تجمعات لغاوية ثقافية يعني الفرنكوفونية هي تجمع لغوي ثقافي على عكس دول الغربية الأخرى طرى فرنسا أن نفوذك يستمر ويبقى إذا كنت سيطرت على ثقافة وتعليم ذلك البلد إذا سيطرت على لغة المخابرات الإرهابية مرتين إذا كي يوقعوا مرة أخرى يرسلوا في الماكلة ويرسلوا في الناس مساكين يعني من الريستورون باش يجيبوا الأكل هنا على يعتقدون أن هذا يزعجنا يعني ما زالت المخابرات الإرهابية تتصرف تصرفات صبيانية ولا يستحون قلت في كل هذه التجمعات العالمية وإن كان نوع من الهيمنة نوع من الاستعمار غير مباشر النوع هو في الغالب اقتصادي سياسي لما تجي الفرنسا هو ثقافي لغوي لأن فرنسا مستعدة تتخلى عن كل شيء إلا على قضية لغتها وثقافتها مع ذلك اعترف ماكرون في اعتراف صريح له قال بأن أعداد الناطقين بالفرنسية في المنطقة المغاربية يقل كل عام أكثر وأن تونس والمغرب والجزائر انخفض فيها عدد الناطقين بالفرنسية بشكل كبير وأن هذا يجب أن نعرف كيف نتعامل معه بمعنى أنه يجب أن يعرف كيف يستمر الهيمنة الفرنسية الثقافية واللغوية في إفريقيا وفي المنطقة المغاربية وفي بعض البلدان خارج إفريقيا خاصة لبنان بشكل كيف تستمر الهيمنة والسيطرة الفرنسية بالنسبة لينا العصابة رهي متراجعة أمام الشعب في هذا الموضوع لكن هم في الحقيقة يتعبدون بفرنسا وبما تريده فرنسا ولذلك هذا الموقف القمع تعلجزائرين في باريس جاء نتيجة رهيكين أشياء في الخلف نتيجة لأن ماكرون يعرف جيدا أن هناك جناح قوي داخل السلطة هناك اليوم الجناح السلطة رهي مقسمة إلى جناحين رئيسيين الجناح الروسي والجناح الفرنسي والجناح الروسي رهي على أبواب السقوط قلوش كثير خاصة مع ما يحدث في روسيا